موسيقى يوم تنظم مستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بشراكة مع المركز الجهوي لتحاقن الدم جهة الدربة إذا أستات حملة تبرع بالدم اللي كتجي في وقت افتتاح جزئي لوحدة تبرع بالدم في المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس واللي هي جزء من مشروع مركز تدبير الدم في المستشفى وتنظموا هذه الحملة في هذا اليوم هذا اللي عنده واحدة رمزية كبيرة اللي هو اليوم العالمي لحقوق المرأة وكنستفضوا من هاد النهار هادا باش نديروا عملية تحسيس المواطنين على أهمية التبرع بالدم اللي احنا كمسلمين كتتعتبر صداقة جارية هادية اللولة وفيها سند الناس اللي تكونوا محتاجين بطريقة جد مهمة للدم وفيها أيضا واحدة المهمة وطنية من خلالها تنخفو شوية على الضغط اللي تكون على المراكز ديال تحقن الدم في المغرب وبحل هاد الوحدات هادو كي يخفو شوية هاد الدخط على هاد المراكز على اليوم بحكم تموقع ديال المستشفى الجامعي الدولي محمد الساديس ببوسكورا كانت عندنا مشاركة كبيرة من طرف فعاليات اجتماعية مثل هلال الأحمر وجمعيات القلوب البيضاء وكذا الموظفين ديال المستشفى الجامعي الدولي محمد الساديس اللي شاركوا بطريقة جد فعالة وهذا شي كيفرحنا وكيفشرفنا أنها تكون هاد الروح المبادرة وشراكة الجامعوية في قلوب المواطنين المغاربة بمناسبة عيد المرأة 8 مليا مارس جينا احنا كاوطر ديال هلال الأحمر المغربي لبين النيداء الحملة ديال تبرع بالتم وتبرع ندبه بالتم الناس اللي كيكونوا محشاجين احنا كاوطر من الهلال الأحمر المغربي كنعرفوا بأن الدم عنده دور كبير وجينا نحن البيوليدة كنطلبهم من المواطنين يجيوا وتبرعوا بقطرة ديال الدم كتساهم في إنقاد أرواح الآخرين بمناسبة اليوم العلامي المرأة 8 مليا مارس جينا اليوم انتبرعوا بالدم في مستشفى محمد السادس وكنت من نوم جميع المواطنين يجيوا وتبرعوا بالدم حيث قطر الدم كتساهم في إنقاد شخص آخر وبما أننا نحن متطوعين في الهلال الأحمر كنعرفوا بقيمة ديال الدم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة